أكثر من 500 مليون دولار هي مجموع ما يدفعه العراق سنوياً لتزديد أقصاط وفوائد القروض الدولية المشروطة عليه قروض وبحسب أعضاء في اللجنة المالية النيابية ستثقل كاهل الاقتصاد العراقي وتعمل على تكبيله بقيود قد تقف عائقاً أمام عمليات التنمية والاستثمار في البلاد قضية توجه الحكومة إلى الاقتراض الدولي وإلى اشتراطات البنق الدولي خطيرة جداً تكبل ذمة أبناء الشعب العراقي تهدد سيادة العراق لذا أنا أعتقد اليوم في مجال تحول في أسعار النفط أولاً بسط سلطان الدولة على المنافذ الحدودية وإيجاد ريع آخر لموازنة الدولة العراقية أن تتوقف عن أخذ قروض من البنق الدولي يعني اليوم البنق الدولي مكبل العراق باشتراطاته بشكل كامل الأزمة المالية التي يعيشها العراق جراء انخفاض أسعار النفط وتراجع اقتصاده بشكل ملحوظ دفعته للجوء نحو القروض الدولية التي لا تخلو بحسب متابعين من شروط مرهقة وتدخلات مباشرة من قبل صندوق النقد الدولي في سياساته الاقتصادية والنقدية يعني ما من العراق مشكلة كبيرة جداً هي موضوع القروض الذي سيؤثر تأثير سلبي كبير جداً على الأجيال المستقبلية يعني اليوم العراق وقع في خطأ كبير جداً وهو موضوع القروض وخاصة من البنك الدولي الذي سيلتزم العراق بقرارات البنك الدولي ومنها استقطاع من جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين لذلك اليوم على العراق أن يسدد هذه القروض الضغوطات التي يمارسها صندوق النقد الدولي على العراق مقابل منحه قروض مشروطة ستدفع بالأخير إلى اتخاذ قرارات اقتصادية مستعجلة انعدام الخطط والبرامج الاقتصادية الفاعلة في العراق والتخبط الحاصل في سياساته المالية والنقدية جعلته أسيراً لقروض دولية مشروطة ومرهقة تعمل وبحسب متابعين على أضعاف ميزانيته العامة التي تعاني التقشف والعجزة في الأموال أياد محمد أورينتي نيوز بغداد ترجمة نانسي قنقر